يتفضل الأستاذ المساعد دكتور محمد خضير عباس وبالاشتراك مع الشيخ الأستاذ المساعد دكتور خالد يونس النعماني لإلقاء بحثه المعنوان المواعظ القرآنية في حكم الإمام زين العابدين عليه السلام دكتور محمد أو الشيخ خالد هما موجودان الشيخ جاسم موجود تفضل الشيخ خالد تفضل تفضل الأستاذ المساعد الدكتور الشيخ خالد يونس النعماني من تولد طبعاً النجف المرتبة العلمية الأستاذ مساعد الدكتور الاختصاص الشريعة والعلوم الإسلامية يعمل حالياً في كلية الشيخ الطوسي الجامعة حاصل على شهادة الدكتوراء في علوم القرآن والحديث الشريف كلية الفقه ما رسل مجموعة من المهام العلمية والإدارية منها أمين عام مؤسس الدراسات التخصصية في نهج البلاغة له مؤلفان الأمن في القرآن والسنة والثاني موارد الرقابة الإلهية في القرآن الكريم له أكثر من أربعين بحثاً منشور في مجلات عالمية ومحلية والباحث المشارك له في هذا البحث الأستاذ المساعد محمد خضير الجيلاوي حاصل على شهادة الدكتوراء في فلسفة التراث العلمي العربي يعمل أيضاً في كلية الشيخ الطوسي الجامعة وله مجموعة من الكتب المطبوعة وأكثر من ثلاثة وأربعين بحثاً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام على صانع محمد عاشوراء سيد مولاني عبد الله الحسين ومشفظ العباس والإمام المحتفى به الإمام علي بن الحسين اللهم صلى على علي بن الحسين إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين في البداية لابد من كلمة شكراً لأمان العامة للعتبة العباسية المباركة ولجميع الأخوة العزاء في خدمات والعاملين في هذه العتبة المباركة من الضروري أن حينما نتحدث عن الموجود العابدين أن يكون الموضوع حتى الحمد منه سلام الله عليه يقول سلام الله عليه كما ذكر الأخ في عرافة الحفل الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الإمام زي العابدين عليه السلام بصراحة كان يركز على قضية الحمد كما تعلمون أيها السادة الأعزاء أن معلم الإنسان ثلاث الله والإنسان والحيوان اتقوا الله وعلمكم الله الإنسان الأنبياء والأمة وبرثة الأمة والعلماء والمعلم والبشرية وإذا لم يستفد الإنسان لا من الله ولا من الإنسان يتعلمون الحيوان يتعلمون الغراب كابن آدم أو في حاجة كثيرة عن أم عليه السلام يقول تعلموا من الغراب ثلاث بكوروا في طلب الرزق وحذروا واستثاروا في سفاده المهم الإنسان يجب أن يتعلم والمعلم الأول هو الله وبعد الأمة عليهم السلام سلام الله عليهم فكلنا صبيع حينما نجلس على المائدة يعلموننا أهنى أن نبدأ بالتسمية بسم الله الرحمن الرحيم وحينما ننتهي نقول الحمد لله هذه السنة بدأت تختفي مع الأسف ولا بد من الرجوع إلى البيت وهذا يعني آل نحن ما أشكر العتبة العباسية ليستنهضها ويستنهض جميع العتبات والأماكن المقدسة لهذا الإحياء حياء تراث أهل البيت عليهم السلام بالنسبة إلى مثلا الحمد لاحظوا كيف يفسر الحمد أهل البيت عليهم السلام مرة يفسروا ويعرفوا آخرين مرة أهل البيت يقول والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من منانه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة شي صير يقول لتصرفوا في منانه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه وإذا ما سووا شي صير يا سيدنا ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابه إنهم كالعنعام بل هم أظلوا سبيلها يعني الفلسفة والمناطق يعرفون إنسان إنسان حيوان ناطق هذا لا يكفي هذا التعريف ناقص تعرف بالحد والرسم كما تعلمون هذا تعريف الإسلام الحقيقي تعريف الإمام عليه السلام هنا هو أن الإنسان حيوان ناطق حامد شاكر هذا تعريف كامل الصحيح للإنسان شن قيمة الإنسان تصرف بأموال الله سبحانه وتعالى ونحمه وهو لا يعرف الله ولا يشكر الله ولا يحمد الله لا قيمة له كما قال في كتابه إنك الأنعام بل هم أظلوا سبيلها طبعا حينما ينهاه الشريعة عن الحرام وينهاه عن السرقة أو الرشاة أو ما لذلك أو الربا هذه كله حرام هذه أمراض لكن الحيوان لم يكن يفهم هذه الأشياء ولم يتقدم لها حينما يطلون أجلكم والله حلفا فيه رائح غير طيبة لا أكلها لأنه أين يذهب إذا مريضا هذا مع علمه أن هذه تقتل روح الإنسان ونسل الإنسان ومجتمع الإنسان هذه المسائل من ما يحدث اليوم في مجتمعاتنا هذه قاتلة مع ذلك يسر ويأخذها ولا يعتني به طبعا حق الله يقول أنه يمكن أن العام ومضر سبيله إذا العام فتهمت إذا ما فتهمت إذا جابت بلاء البشرية اليوم هذه المشكلة بحثنا طبعا هو عنوان المواعف القرآنية في حكم الإمام زين العابدين عليه السلام الإمام زين العابدين نشأ في أرفع بيت واسماه وهو بيت النبوة والإمامة الذي أذن الله تعالى يرفع ويذكر فيها اسمه وقد أولاه والده الإمام حسين عليه السلام الذي رأى في ولده امتدادا ذاتيا ومشرقا لروحانية النبوة ومثل الإمامة فأولاه المزيد من رعايته وعنايته فتوافرت للإمام عليه السلام جميع المكونات التربوية الرثيعة التي لم يظفر بها أحد سوى وقد عملت على تكوينه وبناء شخصيته بصورة مستميزة جعلته في الرعيل الأول من أئمة المسلمين فكان الإمام عليه السلام من أوسع الناس علما وعملا وفكرا ومن أكثرهم دراسة في جميع الشؤون والفنون وقد أفع عنه كذلك بين الخاصة العامة بغزارة العلم تطرق أستاذ العجل آية الله السيد السيد الحكيم إلى أمور مهمة جدا طبعا قد نغفل عنها أحيانا أو نمر عليه مرور الكرام الإمام كما الإمام عليه عليه السلام ونقاطب الإمام عليه السلام عليك يا أول مظلوم الظلم الإمام عليه الحقوق التي نأخذها نجيب الأدلة من هذه الأدلة والإثباتات شهود اثنين إمام 120 ألف نفر لا يشهدون على حقه ومظلوم أهل البيت كذلك مظلومين أن هذه العتبات اليوم ترفع في الورقة المظلومية لأم عليهم والسلام وكشف هذه الحقائق في هذه الفرصة الجميلة اليوم في حياتنا وهو مظلوم حتى في داره قصص كثيرة نعم الجانب البشري تفضل عنها سماحة السيد والجانب الروحي والقدسي والإمام عليه السلام توفر على قوة في الدليل والحجة ولا غرابة في ذلك فهو معدن العلم ووارث الحكمة وينبوع المعرفة فشاع صيته في الآفاب وأصبح ملء السمع والبصر ومقصد العلماء والفقهاء والروات والمحدثين والمحدثين الذين أخذوا منه صنوف المعرفة الإسلامية من تفسير وحديث وحقائد وإخلاق ويفيض عليهم في علوم آبائه من علوم آبائه الطاهرين ويمرن الناهين منهم على التفقه في التفقه والإسلم بعض فعلوم الإمام عليه السلام تعد امتداداً طبيعياً لعلوم آبائه وحكم الإمام التي تترقنا لها في بحثنا هذا تمثل الإبداع وتطور الفكر وأصالة الرأي والتحكي خلاصة التجارب التي ظثر بها الإمام عليه السلام في حياته وهنا تقتصر على جانب خاص من جانب الحياة وإنما كانت شاملة لجميع نواحيها وقد نظر الإمام بحكمته بحكمه بعمق وشمول إلى شؤون الإنسان جميعها فوضع الحلول لتلك الشؤون ولتلك القضايا وهذه الدراسة عن قبس من نور الله تبارك وتعالى وفعة من رحمانيته وكنزل من كنوز حكمته وقد تم اختيار لهذا الموضوع لما له من أهمية في فعاة المسلمين واجتمنت محاول البحث على التمهيد وقد تعرضنا فيه لمعنى الموعظة والحكمة في اللغة والاصطلاح ليكون مدخل للبحث وبعد ذلك اخترنا عشر من هذه الحكمة في مختلف المجالات وقمنا بتحليلها ثم ذكرنا الآيات القرآنية المتعلقة بهذه الحكمة بسرعة أنا منخص البحث أقوله لكم وخلص البحث إلى ما يلي أولا كان الإمام عليه السلام الذي ملأ الدنيا في مرحلته علما كأفضل ما يكون العلم والمظلومية الإمام هنا أنا أضعها بين القرسين سنة خمسة وتسعين توفي الإمام ويسموه عام العلماء لأنه كنت شمعان من البصر وغيره على تضيع اسم الإمام كما أنه مثلاً بعد الإمام الرضا عليه السلام اسموا أولاد الرضا حتى لا يربطوا أنهم برسول الله والزارة يعني معركة كبيرة ولكن دارها أهل البيت إدارة رائعة جداً أوصلوها علينا اليوم وهذا دليل على أن فكر أهل البيت فكر متين وهو يكفي للبشرية جمعة كأعمق ما تكون الروحانية وأخلاقاً أفضل ما تكون الأخلاق وهكذا بقي الإمام في امتداد الحياة لنتعلم منه دائماً وقد فتح عليه السلام آفاقاً من العلم لم لم يعرفها لم يعرفها الناس منذ قبل منذ قبل فقد تعرض لعلوم الشريعة الإسلامية من الحديث والفقه والتبصير وعلم الكلام والفلسفة وقد أصبح في المدينة المنورة بعدما عاد إليها واستقر فيها منارة للعلم والحكمة وينبوعاً للعلوم والمعارف ومرجعاً للدين وإماماً للمؤمنين والمتقين ثانياً خرجت مدرسة الإمام زي العابدين عليه السلام كوكبة ممن رووا عنهم من العلوم ما لا يحصى منهم العلماء والفقهاء والمفسرون الذين سطعت أسمعهم في العالم الإسلامي وإليهم يعود الفضل في دفع عجلة الإحياء العلمي في ذلك العصر الرهيب وما تلاه من عصور ولا ينحصه تراث الإمام عليه السلام فيما كتبه وما روي عنه فقط بل يمكن أن يتسع لكل عمل تربوي صدر عنه عليه السلام وبقة آثاره في المجتمع الإسلامي ثالثاً وأخيراً ترك الإمام عليه السلام للأم الإسلامية بل وللإنسانية جمعاء مجموعة من الآثار العلمية والذخائر النفيسة التي تدل على مكانته العلمية وغزارة معارفه وعلومه وقد حظيت لنا وقد حفظت لنا كتب الحديث والتاريخ والسيرة مجموعة من تلك الآثار العلمية ومنها الصحيفة السجادية وقد أصبحت من الكتب المشهورة متداولة بين المسلمين وحظيت باهتمام العلماء والباحثين وقاموا دراستها وشرحها والإفادة من محتوى من العارف وعلوم أقول قولي وأستغفر الله ليكم وأشكركم كثيراً على حسن الإجتماع وأقول دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطائرين اللهم صلى الله على محمد وآله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة